السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمات الصف الأول الأساسي رياض ومدارس الوطن العربي اليوم إن شاء الله في مادة العلوم العامة سوف نتحدث عن وحدة جديدة وهي صخور الأرض والماء وسوف نتحدث عن الصخور والتربة ولكن قبل البدء بالحديث عن هذا الدرس الجميل دعونا نشاهد هذا الفيديو انظر عزيزي الطالب إلى هذه المناظر الخلابة الجميلة ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أحسن نشاهد جبال وصخور وأشكال مختلفة للصخور وألوان مختلفة وأيضا أحجاما مختلفة انظر ما أجمل عظمة الخالق يجب أن نقول في هذه المناظر الطبيعية سبحان الله انظروا إلى الماء، انظروا إلى الصخور الجميلة ما أجمل ألوان هذه الصخور؟ سبحان الله ما أجمل هذا الماء وبعد هذا الفيديو الجميل وقلنا سبحان الله بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق جميل كما أخذنا في مادة التربية الإسلامية ولكن قبل البذل بالحديث عن الصخور، يجب أن نعرف مما يتكون سطح الأرض يتكون سطح الأرض من يابسة ومن ماء الآن عزيز الطالب سوف نشاهد ما هي نسبة الماء واليابسة في الكرة الأرضية وهنا أمامك بأن الماء تلت أرباع الكرة الأرضية، أما اليابسة فهو ربع واحد إذن نسبة اليابسة ربع، أما نسبة الماء تلت أرباع الكرة الأرضية، وهذا يعني بأن الماء أكثر بكثير من اليابسة ولكن ماذا نعني باليابسة يا صغيري؟ اليابسة تتكون من شيئين؟ من صخور، ما أجمل هذه الصخور، ومن تربة وشاهد هنا بالتربة عزيز الطالب بأنها تتكون من فتاة الصخور، فالصخور الكبيرة عندما تتفتت تصبح تربة والآن سوف نتحدث عن الماء، ولكن يجب أن نقرأ هذه الآية القرآنية قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم إذن هنا سوف نتحدث عن الماء ولكن ما هي استخدامات الماء يا صغار الأعزاء؟ بما أنها مهم وضرور في حياتنا كما أخذنا في اللغة العربية أحسنت، الشرب وأيضاً الاستحمام وأيضاً الغسيل وري المزروعات والتنظيف والآن يا عزيزي دعنا نكتب تلخيص مادة العلوم على الدفتر هيا لنكتب معاً الأحد الأحد وهنا نراحظ بأن اللام أحسنت قمرية عنوان درسنا الصخور والتربة ما نعلم في كلمة الصخور والتربة أحسنت لام شمسية ونكتب التاريخ وأنتم أبطال ودائماً خطكم يكون جميل هيا نقرأ التلخيص يتكون سطح الأرض من يعبسة وماء نستفيد من الصخور البناء ونستفيد من الماء الشرب وهذا يجب أن تكتبوه إملائياً غيباً أتمنى لكم الاستفادة للجميع إلى اللقاء